وهناك سلوبر مدال يأتي إلى تيم فالسطين فالسطين مؤسسة تهدف أن تعلم الطلاب عن الروبوتات عن أفخار الستامة وأنها لعنوهم التكنولوجيا الهندسة واللياضيات وكيف يطبعوها لأكبر مشاكل معها نعمل مع الطلاب من أعمار 12 إلى 18 سنة يستخدموا هذه التقنيات يتعلموا التكييفين يركبون الروبوت يبرمجون ويشتردون فيه أيضا هنا نشاركة في المسابقة العالمية يمكنهم يشاركوا الطلابهم لكي يرفعوا على فالسطين ويأخذوا ويأخذوا نحن نحب أكثر شيء يكونوا تنقوم الشخص يكونوا محتمين أنهم يتعلموا فالطلاب عنا يأتيوا من السفر من أستسخم من الأساس أنه يعرفوا يبنوا ويعرفوا يركبوا بالإضاءة الموجودة عنا ويعرفوا يطبقوا هذه الأفكار أولا نحن ندرس المسابقة لنعرف أي مشكلة فيه ما يجب أن يعمل الروبوت ومتطلبات ومتطلبات يجب أن يكون هناك ثم سريق الروبوت يتعلموا أين الروبوت يتعلموا أين الروبوت كل الإطاعة تكون مركبة ثم سريق البناء يبنوا هذا الروبوت يركبوا الروبوت ثم سريق البرمجة يبرمجوا الروبوت يتحب لك يعمل إذا أفعل الإحناد طبعا كل الأفريق تشتغل مع بعض لكي في أي مرحلة من المراحل ومجد مشكلة يواجهوا شيء يجب أن يغاكلوا مع بعض ويشتغلوا مع بعض لكي يطلع شيء نحن عملنا على أكثر من المشكلة كل سنة يكون لدينا في المعين نحن نشتغل مع المسابقة العالمية لأن يجب أن يجب حل في الولبس ويطلعوا الروبوت ويجب أن تشتغل بهذه المشكلة أيضا اشتغلنا بالكيوبسات وهو أول قمر صناعي مصغل موزول بفلسطين فأطلقنا أطلق تجربة هذا كان بقدر يطلع على الأتموسفير ويجب أن يطلع على الأتموسفير يقدر يمسك أشياء يحركها يقدر يمشي يسلم على الناس يعني نحن نأخذه معنا بكل نروح عليه وكل مكان وأنا كنت الكابتن لفريق أول روبوتكس فالسطين المشارك في مصابقة في الماضية وأنا حاليا نمتل بالفريق كانت تجربة مميزة وحلوة نحن كليل بتواجهنا تحديات من جانب الاحتلال كنا نعمل الروبوت من أدوات السنة الماضية نأخذه على المسابقة وهناك يعطونا الأدوات ونحيد الروبوت من أدوات المادة الإطاعية اللي لازمها تبديل المرات يدعروا علينا عن الصفر أول سنة الطلاب يطلعوا على المكسيك كان هناك مشاكل من فيزا في 2018 احنا بلشت الفكرة عنا إنه في المسابقة عالمية ما فيها وبجود لفلسطين فقرر المؤسسة عن أخلي دارامر إنه يكون في بثل لفلسطين بهذه المسابقة وهو بباش من فريق كتير صغير كان يطلع طلاب عنده أو بس إنه يحاولوا ليصلوا لهذه المسابقة ويمقضوا فلسطين فيها بعدها هناك لما رافوا شاركوا أخذوا أورد سيفتي أورد ورجعوا وحسوا إنه إحنا منقدر فلسطينيين نبين بالعالم نوصل فكرتنا نوصل إحنا نتفرج الناس هاي عالمها مجبوعة إحنا بنقدر نشتغال فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر